السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم القبض على صوفيا وهي الحان بسجن جامبيا صوفيا تم القبض عليها بتمامون أخوانا وضع اللايك والاشتراك في القناة وتعالوا مع بعض نشوف شو هذا الخبر طبعا صوفيا امرأة فحلة حاولت انه هي تجيب دلائل حاولت انه هي تكون دائما مع الفريق الجزائري صوفيا نعم تحمل الجنسية الفرنسية وهذا شيء ان شاء الله انه ربنا انه يخرجها من السجن يعني تخرج من السجن باذن الله تعالى هي جزائرية محبة لوطنها محبة لا الفرق بتاعها انا بعرف انه في اشخاص مش بيحبوها في اشخاص بكرهوها ولكن اختك حاليا هي في محنة تدعيلها انه ربنا يفرج عليها يفرج المحنة اللي هي موجودة فيها حاليا طب انا عرفتي منين هي اتصلت على شخص معين وطالبت منه المساعدة انه هو يساعدها وحكت له انه هي موجودة بسجن جامبيا وهذا الشخص هو الذي نشر هذا الخبر يعني هذا الخبر انا لا عنديش صفحة رسمية احكي لك في صفحة رسمية هذا على لسان الشخص هو الذي قال هذا الكلام طبعا هي اللي فعلته صوفيا ما لا يفعله الصحافة الجزائرية من مدد انه فعلا فحل المفروض الصحافة الجزائرية هي التي تعمل هذا ولكن هي اتحركت طبعا كيف راحت هناك اتصل فيها الشخص وحكى لها تعالي اعملي مقابلة معها طبعا هي راحت على هذه المكانمة ونزلت لجامبيا طبعا الفيديو متصور عندي اللي حابب يشوفه وهي بتنتظر بكاري قسام عشان تقابله طبعا هي هيك يعني هي موجودة في السجن حاليا طبعا حيرتبولها تهمة انه هي رايحة تهدد بس ان شاء الله احنا بندعي السفارة الجزائرية طبعا انا عرفت انه في جامبيا ما فيش سفارة الجزائرية السفارة موجودة في السنغال مش عارف في بعض الاخبار وسنتني طبعا احنا بنطلب السلطات الجزائرية انه هي تساعد صوفيا امرأة جزائرية حتى لو في ناس مش بيحبوها ولكن امرأة جزائرية فحلة حرة حاولت تعمل كل مجهوداتها احنا بنتمنى من الله انه ربنا يفرجها ويفك قربها يا الله يا كريم بطلة من اخواني الجزائرين برضو يدعى انه لها انه ربنا يفك قربها هذه امرأة مهما كان هذه امرأة كما ذكرت لكم حتى لو كان بعض الاشخاص مش بيحبوها ولكن اختك في قرب ان شاء الله سلطة الجزائرية تدخل وان شاء الله يتلقون صراحة هذا الخبر اللي كان جديد اليوم كما تعرفون ناقلة اخبار والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته